في كده حالة من القلق والخوف كانت موجودة عند بعض الأشقاء في سودان الشخيقة بعد الإعلان عن تفشي وباء الكاليرا في عدد من الولايات وباء الكاليرا طبعا إحنا عارفين أنه مرض فيروسي مهدد لصحة الإنسان وظروف وأسباب انتشاره متعددة طبعا من ضمنها الميا الملوثة أو أي حاجة ملوثة ممكن الإنسان يتعرض لها ربنا يسلم يا رب طبعا لكنه وباء طبعا كلنا عارفينه أكيد دول كثير عندها آه طبعا الدول كثير لا عارفينه طبعا كويس يعني ودول كثير عندها بقى عندها خبرة كمان في التعامل مع مثل هذا النوع من الوباء لكن إيه حكايته بالضبط وإيه سبب انتشاره دلوقتي الأضرار اللي ممكن تقع على الإنسان من جراء هذا الوباء كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من دكتور أشرف وقف رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة سابقا بجامعة إن شمس للنوار صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عليك يا أهلا بيك فرح في البداية إيه سبب انتشار الكولير دلوقتي في البداية مرض الكولير الحقيقة مش مرض فيروسي وإنما مرض بكتيري ده أنا عمال أقول فيروسي وفي المقدمة وكلنا عارفين هو مرض بتسببه بكتيريا بتسميها الفيبريو كولير وهو مرض الحقيقة منتشر في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وفي بعض الجزر زي حيتي مثلا بعض الدول الصناعية الحقيقة بدأت تتخلص من هذا المرض نتيجة طبعا الصرف الصحي المتميز اللي هم بيعملوه وبالتالي يعني عدد الحالات أو الإصابات في الدول الصناعية كبيرة أقلب كتير لكن لازال لسه في بعض البلدان بيظهر فيها مرض الكوليرا وخاصة في المناطق اللي بيبقى فيها حروب فيها يعني فقر فيها ظروف بتخلي الناس تبقى في تجمعات وبيبقى فيه مياهرة كده ممكن أنها تتصل بمياه الشرب الرئيسي كمان إذا كان بيستخدموا أبار ممكن يحصل منها تلاوث طبعا ده كمان نتيجة أنه بعض الناس الحقيقة ممكن أنها يعني لا تتوقع الحذر أثناء إعداد الطعام وخاصة الناس اللي تتدول الأكل إذا كان مش بيلتزموا بغسيل الإيدين بشكل مظبوط يعني الموضوع متعلق بالنظافة سواء في المياه أو في الأكل بزبط هو مرض بكتيري بيجي عن طريق الأكل أو شرب المياه الملوثة ببكتيريا الكالور أعراضه إيه بقى دكتور؟ أعراضه في البداية هي إسهال شديد وهو ده أهم يعني عرض بيؤثر في النهاية على كل المشاكل اللي بتحصل نتيجة البكتيريا دي الحقيقة لما بتصل إلى الأمعاء بتبدأ تفرز سموم السميات بتاعتها بتخلي إفراز السوائل من الأمعاء شديد جدا ممكن الواحد يفقد أكتر من لتر في الساعة إذا حصل نوبات الإسهال الشديد دي كمان ممكن ده يصاحبه قيل في الحالة دي بيحصل جفاف ويبدأ يحصل أن الجلد نفسه يبقى فيه نوع من الجفاف وزبول الجلد ويحصل تغور لمخلط العين وبعد كده ممكن بقى نتيجة فقدان السوائل وكمان المعادن المهمة يبدأ يحصل بعض المضاعفات زي مثلا ألام وتقلصات في العضلات وطبعا نتيجة تأثير نقص بعض المعادن المهمة ممكن يحصل علامات سانوية للحكاية دي سواء في ضربات القلب وكمان ممكن يحصل كذا بيحصل في أدوار النزلات المعوية يا دكتور بس ديش بالشدة بتاعت الكوليرا بنحس أن أي أم عندها أطفال صغيرين تعرضت لحاجة شبه كده مع الولاد لما كان بيجي لهم نزلات معوية ده صحيح ممكن النزلات المعوية لو كانت شديدة بيحصل فيها فقط للسوائل وممكن يحصل جفاف للأطفال لكن الكوليرا الحقيقة تتميز بأن الإسهال فيها ممكن يكون شديد إلى حد كبير جدا يحصل فيه فقد للسوائل ممكن إذا ما تلحقش الشخص بالعلاج المناسب في التوقيت المناسب وبسرعة يعني ممكن أنه يفقد كمية كبيرة جدا من السوائل تؤدي إلى الوفاة طيب كيف ينتقل يا دكتور؟ وهل هو سريع الانتشار أم لا؟ زي ما قلنا هو بينتقل عن طريق المياه الملوثة والغذاء اللي برضو ممكن يكون تلوث ببكتيريا اللي هي الكوليرا أو عن طريق بعض الحشرات اللي ممكن أنها تنقل البكتيريا دي إلى الغذاء لكنه مش معضي؟ هو معضي عن طريق إذا كان الشخص المصاب البراز بتاعه يعني بيلوث الأكل بعد كده علشان كده أي واحد مصاب لازم أنه هو يغسل إيديه بشكل كويس وكل المخالطين للحالة المصابة لازم أنهم كمان يلتازموا بإجراءات غسيل الإيدين بشكل كويس بالمناسبة غسيل الإيدين إحنا بنسمعه دايما كتير قوي ووجد فعلا أن غسيل الإيدين واحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض كتير يعني من الأمراض اللي ممكن تيجي عن طريق الفم أو تناول أطايمة ملوثة أو كمان عن طريق أمراض ممكن تيجي عن طريق الجهاز التنفسي إذا حد بيتلامس مع أسطح ممكن أنها تكون عليها البكتيريا أو الفيروس المسبب للمرض ومش بيغسل إيده بشكل كويس برضو أي حد بيتناول الأكل لازم يغسل إيده قبل الأكل ويغسل إيده بعد الأكل وإذا دخل التواليات برضو يغسل إيديه وكل واحد بيعد الطعام لأشخاص يعني المفروض أنه هو يلتزم برسيل الإيدين بشكل كويس الأكل المطهي يعني معمول في تسخن يعني أو تم غاليه لا ده لا ينقل المرض لكن الخضار والفكهة والأسماك النهيئة وكمان المحار لأنه في مثلا ولايات المتحدة حصل في وقت من الأوقات انتشار للكوليرا نتيجة أنه كانوا بيأكلوا الأسماك القشرية اللي كانت موجودة في خليج المكسيك وكانت هي سبب لامتقال البكتيريا الكوليرا طيب دكتور لو يعني حد بقى عنده دور من الأدوار اللي حرارك بتتكلم عليها قيء وإسهال وفقد للسوائل هل لازم يعمل تحليل عشان يقدر يحدد هي مجرد نازلة معواية عادية ولا كوليرا يعني هل نقدر نشخص الكوليرا في البيوت ولا لازم نكون توجهنا إلى المستشفى أو لمعمل تحليل للمعرفة إذا حد بيعادي من الأعراض بالمناسبة الأعراض بتظهر من 12 ساعة لغاية 5 أيام بعد تناول الوجبات اللي ممكن أنها تكون ملوثة ببكتيريا الكوليرا وإذا ظهرت علامات اللي هو الإسهال الشديد والقيق في الحالة دي لازم يتوجه بسرعة للمستشفى لتناول العلاج اللي لازم هنا بيبقى نوع من نقل المحليل سواء عن طريق الفم تعويض للسوائل يعني؟ تعويض للسوائل وكمان تضبيط الكليمويات والأملاح اللي موجودة في الجسم وعلشان كده بيبقى محلول معالجة الجفاف جزء مهم من العلاج لغاية ما يبدأ يعمل الفحوصات زي ما حضرتك قلتي بالضبط إنه الكوليرا واحد من الأمراض اللي بتسبب الإسهال والقيق الشديد والنزلات المعوية اللي بتسببها في بعض الأحيان بعض الفيروسات ممكن إنها تكون برضو بتسبب الجفاف وخاصة عند الأطفال فأي حد بيعاني من أعراض شديدة بالمستوى ده عليه إنه هو التوجه للمستشفى لتلقي العلاج فأقرب فرصة علشان ما يحصلش فقد للسوائل ويحصل صدمة نتيجة هبوط الدم أو فشل الكلة نتيجة برضو نقص السوائل في الجسد تمام دكتور إحنا الحمد لله ما عندنا شواء الكليرا في مصر إزاي ناخد احتياطاتنا أكتر بحيث إن احنا نمنع وجود هذا الوقت في مصر طبعا وزارة الصحة الحقيقة بتقوم بمهمة يعني مهمة جدا إنها بتعمل نوع من الرصد للحالات وبتخلي فيه نوع من الحجر الصحي على كل مداخل مصر سواء المواني وأي مداخل برية والجوية والمطارات وغيره على أساس إنه يتم فعلا فحص أي شخص ممكن إنه هو يكون بيعاني من أعراض مشتبه فيها علشان ما يدخلش المرض لمصر من ناحية تانية بإحنا كأشخاص علينا إن إحنا زي نلتزم بأولا غسيل ديت بشكل متكرر بعد التوالات كمان أي حد بيعد الطعام للناس عموما لازم إنه هو يلتزم بكل أساليب اللي فيها يعني نوع من الالتزام بالمضافة كمان الأبار أو مصادر المياه علينا إن إحنا نغطيها ونتعامل معها بشكل ملتزم يعني ما يبقاش فيه أي نوع من التبول أو رمي الفضلات بتاعة الإنسان في مصادر المياه علينا إن إحنا نخافظ على مصادر المياه بتاعتنا من أي نوع من لا صرف صناعي ولا صرف زراعي ولا صرف صحي ولا أي حاجة من الحاجة دي طبعا بظافة ويتم تغطية كل الأوعية أو أي حاجة لها علاقة علشان ما يحصلش إنه يجي عليها أي حشرات ممكن إبنها تنقل العدوى لأنه الحشرات واحدة من الوسائل اللي ممكن تنقل العدوى من الفضلات بتاعة إنسان إلى مصدر الأكل غالي الأكل وإن إحنا نفضل إن إحنا ناكل الأكل المطبوخ اللي هو تم فعلا تسخينه عن الأكل الطازج ممكن الحاجات اللي هي زي الخضروات والفاكهة بنقشرها علشان نتخلص من أي بكتيريا ممكن إنها تكون علاقة بها طيب دكتور لو لقدر الله بقى فيه مكان بالفعل زي ما كنا بنقول في المقدمة بقى موجود في وباء الكولار كيفية السيطرة على هذا الوباء؟ علينا طبعا أن إحنا نتعامل مع الأشخاص المرضى بسرعة أولا لإنقاذ حياتهم وعلشان ما يكونوش مصدر لعدوى آخرين برضو المخالطين ليهم علينا أن إحنا ننبه عليهم أنهم يتم غسيل الإيدين بشكل ملتازم تناول الأكل بعد تسخينه والخضروات والفاكهة يتم غسيلها بشكل كويس والطولات لازم كمان نعرس على تنظيفه بشكل متكرر علشان ما يكونش مصدر لعدوى وتنظيف إيدينا والأدوات والجلافز أو أي حاجة إحنا لابسينا وإحنا بننظف لأنه إحنا ننظفتش للطولات والقوب إحنا أحملنا في إيدينا شخصيا وفيه حاجة الحقيقة مهمة قوي مش لازم كل الأشخاص اللي تصاب بالكوليرا تكون الأعراض عندهم شديدة بعض الأشخاص ممكن تكون الأعراض بسيطة الأشخاص اللي عندهم أعراض بسيطة دول ممكن يكونوا مصدر عدوى للآخرين لأنه هو يظل يفرز البكتيريا في البراز بتاعه وتكون مصدر تلوث لحاجات تانية علشان كده أي لو في منطقة فيها انتشار أو تفاشي للكليرا علينا أن إحنا ننصح الناس سواء الأشخاص اللي عندهم علامات شديدة أو حتى اللي عندهم علامات بسيطة لأنه قد يكون مصاب بالكوليرا بس العلامات بسيطة لأنه يمكن أعداد الناس اللي بيحصل لهم علامات شديدة أو نسبتهم بتكون مش كبيرة قوي ممكن مثلا يكونوا من 10 إلى 15% من المصابين بالكوليرا هم اللي بيجي لهم أعراض شديدة بعض الناس بتجي لهم كوليرا لكن الأعراض مش بتكون شديدة قوي هل علاجها سهل يا فانتم؟ علاجها في المقام الأول طبعا هو نقل السوائل أو يعني أعطاء السوائل بكمية كافية سواء عن طريق الفم تعويض أو عن طريق المحليل وده أهم شيء كمان تعويض الأملاح اللي ممكن أنها تكون قد فغضت أثناء الإسهال المتكرر وبعض استخدام المضادات الحاوية وحاليا بيوجد لخحات الحقيقة للكوليرا يمكن استخدامها لما يكون واحد حيزور مكان في تفشي للكوليرا في الحالة دي هو بياخد اللقاح الفموي ده قبلها بعشر أيام علشان يقدر أنه برضو يكون في إمان من الإصابة بالكوليرا ربنا يا بعيد في ناس أرادي أصيبت بالكوليرا بالفعل وإحنا عارفين أنه يمكن في بعض الدول المحيطة ممكن تكون في حالة من عدم الاستقرار ففيها تفشي للأوباء المختلفة كوليرا وجدري قروض وشأم مثل هذا القبيل هل لو حد مصاب بالكوليرا ده بيضعف جسمه ويخليه عرضة للإصابة بوباء آخر يخرج من وباء يدخل في وباء أو بعده؟ أكيد طبعا هو الحقيقة جسم الإنسان بيحتاج السوائل بشكل دائم وفقد السوائل عن طريق الإصابة بمرض الكوليرا بيخلي الجسم في حالة إعياء شديد وأي واحد حتى لو كان سليم وجاله كوليرا من النوع الشديد هنا لازم يتم تعويضه بالسوائل علشان يقدر أنه يعيش بشكل كويس لكن لو كان بيعاني كمان من مشاكل صحية مثلا أمراض ارتفاع ضغط الدم أو القلب أو ضعف وظائف الكيلة أو فشل الكيلة أو غيرها من الأمراض فاقت فقد السوائل عن طريق الإصابة بالكوليرا الحقيقة ممكن أنه يضاعف من المشاكل الصحية التي تكون موجودة عنها طيب هل الكوليرا من الممكن أن تؤدي للوفاة؟ والنسبة أديه؟ ممكن الحقيقة أنه زي ما قلت في البداية أنه ممكن يحصل فقد للسوائل لدرجة أنه الشخص يفقد سوائل بنسبة لتر في الساعة إذا جاله الإسهال الشديد فده معناه أنه ممكن في خلال ساعات بسيطة ممكن أنه يفقد كمية كبيرة من السوائل وتحدث وفياً علشان كده إذا حصل فعلاً أنه عندنا حالات مشتبه فيها علينا أن نتوجه للمستشفى في أسرع وقت علشان يقدر أنه يأخذ السوائل التعوضية التي تمنع حدوث أي مبادرة فقط دكتور أعتقد المبادرات الرئاسية الصحية لا تتوقف في الفترة الأخيرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة وغيرها أعتقد أنه نحاول مؤخراً الاهتمام بصحة المصريين بكل الطرق الممكنة في عملية رصد وباقي بتحصل كمان عندنا في مصر حضرك شايف إزاي ده بيحصل في المطارات وفي الموانئ ومداخل البلاد المختلفة بحيث أن نحن نبقى يعني عارفين دايماً إيه اللي دخلنا من بر الحقيقة أنه فعلاً المبادرات الرئاسية بتهتمة بصحة المواطن بشكل كامل اهتمت بكل المواطنين بجميع الفترات العمرية من الرضع والأطفال وكمان أطفال المدارس وكبار السن والسيدات وكل من يعني هو موجود ويعاني أو موجود على أرض مصر حتى في المناطق الحدودية والأماكن البعيدة والرصد طبعاً بتاع المشاكل الصحية في الدول المجاورة جزء مهم جداً من عمل وزارة الصحة والطب الوقائي والحقيقة هم يعني دايماً بيتابعوا كل المعلومات عن الأمراض الوبائية أو اللي بتبدأ تظهر في المناطق المجاورة وبيتم فعلاً انتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة خاصةً عند المداخل مصر سواء المداخل البرية أو المواني أو المطارات علشان فعلاً نقدر نحافظ على المصريين من إصابتهم من أي مشاكل صحية شكراً جزيلاً لحضرتك الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة سابقاً بجامعة عين شامس شرفتنا ونورتنا فن شكراً جزيلاً